الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدًا ورحمةً للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله نحن يا قوم عما قريب ذاهبون ذاهبون إلى دار لا عمل فيها من اتقى الله في هذه الدار سعد في تلك الدار ومن أصر على معصية الله في هذه الدار فحاله غير حال السعادة في تلك الدار يا حسرة على العباد ما يأتيهم من نذير إلا كانوا به يستهزئون ثم استفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وقال ربنا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما وقال جل من قائل قد جاءكم من الله نور نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم أنه يهدي من اتبعه سبل السلام أي طريق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة وينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوى محالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وفي رواية المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله عنوان خطبة اليوم أخلاقيات الأزمات في جزئها الثاني سبق أيها الإخوة في الخطبة الماضية أن الأزمات عادة ما تكشف عن معادن الناس فيظهر المعدن النفيس ويظهر المعدن الخسيس ولئن كنا دائماً مدعوين للتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساويها فنحن في الأزمات أشد حاجة إلى هذا التحلي والتخلي وعرضت الخطبة الماضية لثلاثة أخلاق مهمة جداً فيما تشهده بلدنا هذه الأيام وهي عدم الهلع والأمانة والأمانة والتراحم وتعرض خطبة اليوم لثلاثة أخر وهي التكافل والتثبت والأمل الخلق الرابع وهو الأول في هذه الخطبة التكافل أن يتكافل الناس مع بعضهم البعض أن يتساند الناس أن يتآذر الناس أن يتعاون أبناء البناء الواحد والحي الواحد والقرية الواحدة والمدينة الواحدة والبلد الواحد يعين الغني الفقير ويساعد القوي الضعيف ويتكافل الجار مع جاره ويتساند الصديق مع صديقه ويتعاون الأخ مع أخيه والتكافل الإجتماعي مطلوب أيها الإخوة في كل الأوقات في الإسلام لكنه في الأزمات تظهر حاجته أكثر من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له قال الراوي وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أو رأينا أنه لا حق لأحد مننا في فضل قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَوَّلُّ خَيْرِكِ رُدَّهُ لِوَالِدَيْكِ وبذي القربى ثم لأقاربك واليتامى ثم لليتامى والمساكين والجار ذي القربى يعني الجار الذي يسكن أمامك وهو قريب لك والجار الجنب يعني الجار الذي يسكن أمامك ولا قرابة بينك وبينه والصاحب بالجنب يعني الزوجة وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فمن التكافل في هذه الأيام أيها الإخوة ألا يصرف صاحب عمل عماله لأنه لا يجد حركة في أسواقه إذ ربما لا يعرف العامل عملا أو مكانا للعمل غير هذا المكان من عشرين سنة هو يعمل في هذا المكان ولعل صاحب العمل إذا شاطرهم المال الوارد الذي يأتيه يكون خيرا له ولهم ولعله إذا تصدق من صدقاته على عماله في هذه الأيام يكون خيرا له ولهم يدير تاجر ورشة للمفروشات في إحدى ضواحي المدينة يعمل عنده ثلاثة وعشرون عاملا توقف عمله لمدة شهر كامل دون أي إيراد فما كان منه إلا أن قام بتسريح جميع العمال خلثنين منهما رجاه العمال أن يبقيهم في العمل لقاء مئة ليرة سورية في اليوم يسد بها العامل رمقه ورمق أهله فأبى صاحب العمل أما كان الأجدر بهذا الرجل أن يعينهم وأن يتكافل معهم وأن يتنازل عن بعض الأرباح زمنا أو أن ينفق يا أخي من مدخراته زمنا تقربا إلى الله تعالى وكسبا لولاء هؤلاء العمال طيلة حياتهم التكافل خلق مهم في كل الأيام لكنه في الأزمات يظهر أهميته أو تظهر أهميته بشكل أكبر وهذا ما فعله صاحب شركة فاضل فقد قام بتخفيض دوام جميع الموظفين ساعتين في اليوم بحيث قل راتب كل منهم بمقدار هاتين الساعتين ولم تكن الخسارة التي لحقت بصاحب العمل مكافئة لهاتين الساعتين لكنه بذلك تكافل مع عماله وتساعد معهم حتى لا يبقى أحد منهم بدون عمل وبدون مال إذا ضاقت عليك سبل الاقتصاد فلا تقم بتسريح عمالك لأن الإنسان إذا عدم سبيل الحياة الكريمة ضاقت عليه الحياة واستوى عنده الموت والحياة وقد يدفعه ذلك إلى فعل ما لا تحمد عقباه ابحث عن حلول بديلة لعملك ولتجارتك فربما أخلصت النية ففتح الله عليك بذلك باب رزق لم يكن لك بالحسبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم الأشعريون هذه قبيلة في اليمن كانت عندهم عادة أنهم إذا أرملوا إذا انتهى طعامهم إذا ضاقت أرزاقهم جمعوا ما عندهم في إناء واحد ثم تقاسموه بينهم بالسوية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هم مني وأنا منهم لأنهم تكافلوا فيما بينهم ومن التكافل في هذه الأيام أيها الإخوة أن يتعرف المرء على جيرانه وأهل حيه بشكل أكبر ليتعاون معهم ويساعد محتاجهم ويرتب طريقة التواصل معهم وربما احتاجوا إلى تهيئة طريقة لحماية ممتلكاتهم ومكان سكنهم ففي أوقات الأزمات يظهر المصطادون في الماء العكر ومن التكافل في الأزمات أن يتعلم المرء شيئا من مبادئ الإسعاف والإسعافات الأولية ويبقي قريبا منه أهم الأدوات التي يحتاجها في الحالات الطارئة وإذا صادف جريحا فليساعده ولينقله إلى أقرب نقطة طبية ولعله بمساعدته نفسا قد أوشكت على مفارقة الحياة أن يحييها فيكتب له كأنه أحيي الناس جميعا لما حصل زلزال اليابان وكانت أزمة شديدة نزلت بتلك البلدة أكثر من عشرة آلاف قتيل وأكثر من ستة عشر جريحا ومئات الآلاف شردوا من بيوتهم كان الشباب المتطوعون يساعدون كل حسب استطاعته فهذا يعرف شيئا في الإسعاف الأولي فيبذله للآخرين وهذا يعين بتوزيع شيئا من الطعام يبذله للآخرين وهذا يساعد من ينتشل أناسا من تحت الركام فيساعد الناس بعضهم بعضا حتى لفتت هذه الأخلاقيات أنظار العالم إلى تعلم هؤلاء القوم أخلاقيات الأزمات قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال مجاهد في تفسيري من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال من أحياها أي من أنجاها من غرق أو حريق أو هلك وقال ابن مسعود من أحياها أي من استنقذ هذه النفس من هلك ومن أخلاقيات الأزمات أيها الإخوة ومن التكافل في الأزمات أن يبتعد المرء عن مظاهر الفرح والابتهاج مراعاة لحال أناس من المواطنين فقدوا إخوانهم أو فوجعوا بآبائهم أو أولادهم أو بني قومهم إذ التكافل المعنوي مهم جدا في الأزمات فيتعامل المرء مع ما يصيب الناس كأنه يصيبه هو هذا يشعر الناس بالتعاضض بين أبناء البلد الواحد بين أبناء القطر الواحد يشعرهم بالتعاضض والتكاتف والمؤازرة كان المعري ينشد فيقول فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد إذا ما نزلت الأمطار في كل البلد أنا لا أريد أن تنزل عندي لا أريد أن أنعم أنا ويساء إلى الآخرين أن أسر أنا وأن يزعج الآخرين أو يزعج الآخرون فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد الخلق الرابع أيها الأخوة من خلق الأزمات التكافل الخلق الخامس وهو الثاني اليوم التثبت وأعني به التثبت من الأخبار والتثبت في نقل الأخبار فكم من خبر ألقى الرعب في قلوب الناس وألقى الجزع والهلع في أفئدتهم وكم من خبر ألقى الراحة والسكينة في قلوبهم وإن الإشاعات موجودة دائما لكنها تكثر في أيام الأزمات فالعاقل اللبيب الأديب هو الذي يتثبت من الخبر الذي يسمعه من أي جهة سمعه ولا ينقل من الأخبار إلا ما صح وحسن نقله هناك أخبار لا تصح لا يجوز نقلها هناك أخبار تصح لكن نقلها يسيء لا يجوز نقلها إذا أردت أن تنقل خبرا فلابد من أمرين أن يكون الخبر صحيحا تأكدت أنت من صحتي والأمر الثاني أن يكون مفيدا نقله أما إذا كان ضارا نقله أو كان الخبر ليس صحيحا فلا تنقله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وفي قراءة إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا تثبت من الخبر قبل نقله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع قال المناوي في شرح هذا الحديث أي إذا لم يتثبت فقد وقع في الإثم لأنه يسمع عادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فلابد أنه سيحدث شيئا من الكذب وقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا يعني يقول لك هيك عم بيقوله هكذا يقال هكذا سمعنا بئس مطية الرجل زعموا الناس هكذا يقولون قال في عون المعبود عندما شرح الحديث المقصود أن الإخبار بخبر مبناه على الشك أو التخمين دون الجزم واليقين قبيح وفي المثل زعموا مطية الكذب زعموا مطية الكذب الخلق الخامس التثبت أما الخلق السادس وهو الأخير في هذه الخطبة الأمل وأعني به الثقة بالله تعالى ثقوا بالله يا أيها الإخوة أن الله لا يقضي لعباده المؤمنين إلا خيرا أبشروا وأملوا من الخير ما شئتم لأن بعد كل محنة بعد كل منحة بعد كل محنة منحة وبعد كل بلية عطية وبعد كل شدة شدة وبعد كل ضيق فرج وإن مع العسر يسر والشدة أيها الإخوة إذا تتابعت انفرجت وإذا توالت تولت وإن الله مع المحسنين وسيجعل الله بعد عسر يسر ولرب نازلة يضيق بها الفتاة ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج اللهم فرج عن المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تناهي الشدة يكون الفرج إذا تأزمت الأمور وزاد الخناق هناك يكون الفرج أرأيتم إلى الليل إذا اشتدت حلكته هناك يظهر ضوء النهار وضوء الفجر فيا أيها الإخوة أبشروا بالخير وأملوا ما يسركم فوالله لا يسوق الله تعالى لعبده المؤمن إلا الخير واعلموا أن الله إذا أحب عبداً ابتلاه وأيقنوا أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين يا أيها الإخوة هذه أخلاق ثلاثة في أخلاقيات الأزمات وسبقت ثلاثة في الخطبة الماضية عدم الهلع والأمانة والتراحم ثم التكافل ثم التكافل والتثبت والأمل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيفوز المستغفرين